وبعدين زكاة الفطر هنا لما بنتكلم عنها بنتكلم عن مقدار حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقدار زكاة الفطر صاعم من تمر أو صاعم من بر أو صاعم من شعير هذه التقديرات النبوية تخضع لعصره صلى الله عليه وآله وسلم وتخضع للبيئة وتخضع لحاجة الناس ولذلك فعندما نقدرها في هذا العصر نحن أيضا نقدرها حسب حاجة الناس ودائما تقدير زكاة الفطر يكون بأضعف وأقل المستويات المادية في المجتمع قدرها بكامي فاند إحنا قدرناها في دار الإفتاء المصرية بخمستاشر جنيه كحد أدنى معنا خمستاشر جنيه مش معناها إن أي حد يخرج خمستاشر جنيه لا معناها إن أنت لو كنت فقيرا وعندك فوق قوت يومك بمقدر خمستاشر جنيه للفرد من أسرتك وجبت عليك الزكاة يعني أنت عيلة مثلا مكونة من ثلاث أفراد وإنت فقير لكن عندك خمسة واربعين جنيه زائدة عن قوت يومك وجبت عليك زكاة الفطر مش معناها إن الإنسان المرتاح ماديا يخرج خمستاشر لا من تبص لأصناف الطعام أو القوت الذي أوجبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزكاة الفطر هتلاقي الزبيب الزبيب غالي هتلاقي أنماط أخرى من الطعام ممكن تقدرها لما تحكي على الزبيب هتبقى مية خمسة وسبعين طيب عظيم في نقطة حديدا بطعام آخر هتبقى تلاتين وهكذا يبقى إحنا لما بنقدرها ودي مسألة مهمة لازم ننبه عليها أني دائما يسأل لك مقدر زكاة الفطر كام لا ده الحد الأدمى لها خمستاشر جنيه لكن أنت ما تطلعش خمستاشر جنيه طيب أنت مقتدر أنت مقتدر ليوم في قذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله